مساء الخير عليكم النهاردة هنتعرف ازاي فعند رويدة عشرة تقدر تزبط الوضع الداكن او الوضع الاسود وتقدر تعمله جدول ويقدر يشتغل من امتى امتى او ساعات معينة خليكم معايا عشان تعرفوا كل جديد على السامسونج جالكسي اي 7 هنيجي نسحب شريط الاشعارات وهندوس على الضبط وهننزل على الشاشة هنلاقي انه هو ضبط الوضع الداكن هنفتح الضبط الوضع الداكن بيديني هنا هو خيارات للوضع الداكن اول حاجة انا زبطه من غروب الشمس الى شروك الشمس يعني بالليل هيبقى وضع داكن اما في الصبح فهيبقى الوضع العادي او الوضع اللي هو الابيض لو انا عايز اعمله جدول هروح هخصص له ووقته معين يبدأ فيه وينتهي فيه لو انا عايز اللي هو اعمله على الخلفية ممكن اعمله على الخلفية على طول اللي هو تطبيق على الخلفية بكده هتقدر تزبط الوضع الداكن لو انت مش عايزه خالص بنلغيه من الهوى وبكده يتلغي على طول يريد تكونوا استفدتوا وما تنسناش في الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل جلس جرس واشوفكم على خير الحلقة الجاية مع معلومات مفيدة ترجمة نانسي قنقر